نغضة شاملة ومشاريع صحية تنموية رائدة شهدتها المنظومة الصحية خلال السنوات العشر الأخيرة وها هي وزارة الصحة مقبلة على افتتاح العديد من المشاريع والتوسعات للارتقاء بجوهر الخدمات الصحية أقربها سيكون في 5 فبراير التوسع في افتتاح أكثر من قسم كأقسام النساء والولادة والأطفال والخدج واستكمال افتتاح قسم الأشعة والمختبرات في مستشفى الفروانية الجديد والذي سوف يكون مخصص للمواطنين الكويتين ويأتي تباعا انتقال الكثير من الأقسام الطبية لاستكمال افتتاح المستشفى الفروانية وغيره من المستشفيات وإن شاء الله نأمل في انتهاء المستشفيات الأخرى مثل مركز الكويت لمكافحة الصراطان والذي نأمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين المستشفيات العالمية وخصوصا المستشفى القصافروسي في فرنسا لإدارة وعلاج المرضى خمسون مستشفى محلي وعالمي وشركات متخصصة في المجال الطبي اجتمعوا تحت مضلة واحدة لعرض آخر الابتكارات التشخيصية والعلاجية والوقائية والرقمنة الصحية الفكرة من حضور المستشفى هذا إلى الكويت تعريف على المستشفى يعني يقدم خدمات لدولة الكويت منها منها يمكن إرسال مرضى إلى تركيا إلى مستشفى جوفن أو استقلاب أطباء من تركيا إلى دولة الكويت في عندنا مراكز التمييز أو الـ Center of Excellence تميزنا ولله الحمد بما يتعلق في الزراعة العضاء بزراعة نخاع العظم الجراحات القلبية كما تم تكريم الفائزين بجائزة نجمة السلامة لهذا العام حيث تم تقديم 49 مشروع بحثي وعملي ومهني من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية حصلنا على هذه الجائزة وكان المشروع الرعاية الشاملة المتكاملة المقدمة للرعيل الأول في منطقة الخالدية طبعا نحن قمنا بحصر الأعداد تكوين فريق متكامل من طبيب وفني مختبر وصيدلي هذا التجمع يجسد على أرض الواقع الشراكة الحقيقية بين القطاعين الطبي العام والخاص لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية هذا التجمع الطبي يعد منصة ومحطة هامة لجميع المشاركين للتعرف على آخر الاتجاهات والمنتجات والمدارس التشخيصية والعلاجية والوقائية بين مختلف المنشآت الصحية المحلية والعالمية لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت